إلى معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع العراق تتجه حاملة النفط السوري المسروق من حقول الرميلان والعمر بحماية أمريكية سلقة موصوفة تفتقد لأدنى حدود شرعية الدولية تصل إلى معابر حدودية غير شرعية تسعى واشنطن لتثبيتها بما يضمن تثبيت احتلالها لأراضي سورية إلى جانب حرمان دمشق من مواردها الطبيعية سلوك أمريكي يشكل عامل ضغط لإرغام الدولة السورية على تقديم تنازلات سياسية لضمان أمن إسرائيل السياسة الأمريكية في سرقة النفط السوري تعيد إلى الذاكرة وثيقة مسربة تتضمن كتابا من الرئيسة المشتركة في الهيئة التنفيذية لما يسمى مجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد تفوض رجل الأعمال الإسرائيلي متكهن تمثيل المجلس في جميع الأمور المتعلقة ببيع النفط السوري في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في تموز يوليو 2019 سربت الوثيقة وبعدها بأيام أكد كهانا أن الهدف منع دمشق من الحصول على نفطها وهنا تتقطع المصالح والأهداف بين واشنطن وتل أبيب الأولى حرصت على منع عودة الحدود الشرعية بين دمشق وبغداد إلى طبيعتها فأقدمت على احتلال المنطقة الحدودية وإغلاق معبر الياروبية إلى جانب قطع مسار سكة القطار الواصلة بين سوريا والعراق بهدف ضمان عز الدمشق عن طهران في حين تسعى الأبيب لضمان حرمان سوريا من نفطها ومواردها الطبيعية لضمان بقاء الدولة السورية في ضعف يمنع عودتها للعب دورها الإقليمي الذي طالما شكل حجر عثرة في وجه السياسات الإسرائيلية على مدار سبعة عقود من الصراع سياسة أمريكا في سرقة النفط السوري والتسريبات الصحفية التي تؤكد نقله إلى إسرائيل لا يمكن فصلها عن إصرار إدارة البيت الأبيض في دعم ميليشيا قصد الباحث عن تشكيل إدارة ذاتية لها شرق الفرات سياسة أمريكية تلبي تطلعات إسرائيلية تنفذها أدوات محلية تهدف لإضعاف دمشق بهدف كسر إرادتها رضا الباشا حلب الميادين